إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة على النبي أنتوا عرفين من أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أليس كذلك؟ جميل وإنتوا عارفين أن دايماً العمل المتعدي في المجمل نفعه عالي أوي وأجره عالي أوي ليه؟ لأنه متعدي على الغير لذلك النبي يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخيله على مساء طبعاً أنت هتستفيد من كلام ده لكن أنت في العبادة دي بتعمل إيه؟ كأنك تريد أن تقدم شيئاً إلى غير يعني فيه نفع متعدي وهل هناك نفع متعدي إلى غير؟ أبرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهمين المعنى؟ فصلاتك عليه أبرك نفع متعدي يا أنت عما تمشي معايا ولا تسد جوعي ولا تدخل علي السرور أنا في الآخر خالص واحد عادي لكن عندما تبهج النبي بكثرة الصلاة عليه لأنك عما بتصلي على النبي أنت بتأخذ عطاء ومحمد يأخذ عطاء صلى الله عليه وسلم مش أنت بتطلب من ربنا أن يعطي شيء للنبي فأنت تفعل شيء نفعه متعدي لغيرك ترجمة نانسي قنقر